السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار تأتيكم من قناة الكوت الفضائية اقترب تنظيم القاعدة خطوة إضافية نحو إعلان دولته في سوريا بعد سيطرته على مدينة جسر الشغور ثاني أكبر مدينة بعد إدلب عاصمة المحافظة التي تحمل الإسم نفسه وبالرغم من أن الجيش السوري استبعد أن يؤدي سقوط جسر الشغور إلى تغيير ميزان القوى على الأرض فإن جبات النصر الجناح السوري لتنظيم القاعدة الذي يستمد قوته من شريان الحدود مع تركيا بات يسيطر على مثلث معارة نعمان إدلب جسر الشغور وبات أيضا على مرمى حجر من اللاذقية نفسها وتفصل بينه وبين دولة أبي بكر البغدادي مدينة حلب ومجموعة المسلحة تبدل ولاءاتها كما تبدل أحذيتها وبناء على مواقفها ستحتدم الحرب بين دولتي داعش والنصر وفي اليمن يبدو أن القاعدة أيضا كانت هي المستفيدة الأول من العاصفة التي ضربت كل شيء باستثناء تنظيم القاعدة الذي سيطر على حضر موت كبرى محافظات اليمن مساحة وتخشى حركة أنصار الله أن يستغل تنظيم القاعدة وقف القتال الذي تشترطه الرياض لوقف غاراتها في تمدد التنظيم نحو الساحل والوسط لذلك ربطت الحركة وقف القتال والذهاب إلى المفاوضات بوقف الغارات الجوية وأمام هذه الشروط المتبادلة اقترح وزير الخارجية الأمريكية فتح شارعا بالاتجاهين يسمح بتمرير كل طرف شروطه من دون الاستضام في السياسة واستمرار المواجهات على الأرض أما في البحر فالمواجهات البحرية بين الأسطولين الأمريكي والإيراني استمرت في الإبحار واشنطن أعلنت أنها سحبت سفنها من خليج عدن إلى بحر الخليج بعد انسحاب سفن إيرانية فردت طهران بأن سفنها لا تزال في خليج عدن بهدف حماية السفن التجارية الإيرانية بينما تستمر المواجهات الميدانية في اليمن نشب سجل بحري بين طهران وواشنطن التي قالت أنها سحبت سفنتين حربيتين قبالة المياه الإقليمية اليمنية وربطت وزارة الدفاع الأمريكية الأمر بمغادرة قافلة سفن إيرانية في وقت أكدت إيران على لسان قائد القوات البحرية الإيرانية الأدمرال حبيب الله سياري وجود سفنتين حربيتين إيرانيتين في المياه الدولية لخليج عدن وأوضح سياري أن البحرية الإيرانية تتواجد في خليج عدن لمرافقة السفن التجارية ومكافحة القرصنة وحماية الملاحة البحرية في المنطقة نافياً أيانية للدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية مؤكداً أن طهران لم ولن تسحب أي من قطعاتها وقال إن مغادرة أي من القطع تأتي في إطار التبادل للقطعات الذي تقوم به البحرية الإيرانية دورياً في الأثناء استمرت الغارات التي ينفذها طيران التحالف الذي تقوده السعودية على أدى مناطق في عدن مستهدفاً قصر المعاشيق الرئاسي بينما استهدفت غارة أخرى منطقة حرض في محافظة حجة ومواقع بمأرب وغيرها من المناطق مصفرة على عدد من القتل والجرحة يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت تقرير محلية أن الجيش اليمني بمساندة مقاتلي أنصر الله حقق تقدماً كبيراً في مأرب بعد تطويقه المدينة بشكل كامل ويتباقي الحصار على مسلحين تابعين للقاعدة فيها وفي عدن تواصلت الاشتباكات العنيفة وحرب الشوارع بين الجيش اليمني من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي من جهة أخرى في أحياء خور مكسر والمعلى والقلوعة وكريتر كما شهدت الأطراف الشمالي للمدينة مواجهات واشتباكات مماثلة أوقعت العديد من القتل والجرحة من الجانبين في ظل قصف البوارج الحربية لمواقع قوات الجيش كما شهدت مناطق تعز والظالع والودر مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط ضحايا في غضن ذلك وفيما يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق بسعد شمال اليمن أعلنت السلطات السعودية غلق منفذ الوديع الحدودي مع اليمن بمحافظة شرورة بمنطقة نجران ترجمة نانسي قنقر